السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن علاجات للتخلص من رائحة المهبل الكريه واحد نظف الجزء الخارجي من المهبل بانتظام باستخدام قطعة كماش وصابون ولا يجب استخدام الصابون المعطر او غسول الجسم لان الرواح والمواد الكيميائية تزيد من درجة الحموضة الطبيعية في المهبل واستخدام منتجات ازالة الرواح الكريهة من الخارج وعدم استخدام المنتجات ذات الرواح العطرية داخل المهبل حتى لا تتسبب في ضرر الجسم وتؤدي الى مشكلات اكبر وتغيير الملابس الداخلية باستمرار وعدم ارتداء الملابس المصنوعة من الساتان والبلستر وارتداء قطن طبيعي الزيوت ذات الرائحة وفقا للأبحاث فهناك زيوت مستخلصة من شجرة الشاي تساعد على التخلص من الرائحة الكريهة للمهبل وتقضي على الفطريات والميكروبات ويمكن خلط زيت الشاي بالماء واستخدام قطرتين منه خارج المهبل لمدة خمسة ايام واذا لم تقضي على الرائحة توقفي عن استخدامها وايضا استخدام الدش المهبل والحمامات الساخنة باستمرار يغير درجة الحموضة الطبيعية لهذه المنطقة لكن استخدام خل الطفاح في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة كبديل لهذه الحلول يقال البكتيريا بشكل طبيعي استخدام الوصفات الطبيعية كعلاج يمكن ان تساعد في القضاء على اسباب الرائحة الكريهة واذا لم تساعد يجب استشارة الطبيب اذا متى يجب استشارة الطبيب اذا كانت تصاحب الرائحة اعراض غير عادية واقوى من المعتاد او زيادة نزول الافرازات المهبلية او زيادة الحكة واليكم بعض النصائح لتجنب وجود رائحة كريهة للمهبل واحد شرب الكثير من الماء يحافظ على صحة المهبل اتنين تجنب الدش المهبلي لان ذلك يقضي على البكتيريا الجيدة تلاتة الحفاظ على اتباع نظام غذائي صحي وتناول الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهوم والحفاظ على رطوبة المهبل وغسل المهبل قبل وبعد العلاقة الحميمة وتجنب ارتداء الملابس الضيقة وارتداء ملابس داخلية قطنية وشرب عصير التوت وايضا استشارة الطبيب بصفة دورية في نهاية الفيديو ننوه ان المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني ابدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم جريت تدعون لكم كومنت وشارع الفيديو مع اصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر